اشتركوا في القناة قال لأنهم في رباط إلى يوم القيامة فاللهم بارك في جند مصر واجعل أهلها في رباط إلى يوم القيامة اللهم آمين اشتركوا في القناة هو فقيه وشاعر وحاد الذكاء وقوي الحجة كان كثير الصفر والترحال لتحصيل العلم تتلمز على يد الكثيرين من الأئمة والأعلام كالإمام مالك في المدينة على سبيل المثال وغيره من أعلام الأمة وعلمائها وكان له مدرسة فقهية خاصة لازلت موجودة حتى الآن وخصوصا هنا في مصر التي أثر فيها وأثرت فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في مصر أرض الصالح الإمام الشافعي الباحث عن الحقيقة انصرف الإمام الشافعي في بداية حياته إلى الشعر والأدب واللغة العربية قبل أن يجعل طلب العلم والبحث عن الحقيقة لذته في الحياة حفظ القرآن وحفظ السنة النبوية الشريفة وتفوق في الفقه حتى شغل الناس بعلمه وعقله قبل أن يضع علم أصول الفقه في كتابه الرسالة كان رضي الله عنه محبا للسفر والترحال ويرى فيه فوائد كثيرة فمن أجل العلم ذهب لمجالسة كبار العلماء في المدينة ومكة وفي اليمن والكوفة والبصرة وبغداد ثم رحل إلى مصر ليحصل علما ليث بن سعد من تلامذته وكان عندما جاء مصر يذهب إلى نفيسة العلم فيباحثها كثيرا في العلوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرحب بحضراتكم وأنا توقف اليوم مع سيرة ومسيرة العلامة والفقه والشاعر الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أرحب بفضيلة العلم الجليل الأستاذ الدكتور أهليكم معا السلام عليكم مولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بكم يعني أعلم أن لفضلات الإمام الشافعي محبة في قلب فضلتك ولعل إن شاء الله هذه الحلقة سنستفيد منها الكثير في سراتها الطيبة أولا لو حضرتك عرفتنا على نسب الإمام الشافعي هل بالفعل ينتهي نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا لا هو ليس من أولاد الكساء أو العباءة أو أولاد الحسن أو الحسين بل هو مطلبي والمطلب كان عما لعبد المطلب الذي أنجب عبد الله وعبد الله أنجب سيد الخلق محمد فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم فالمطلب أخو هاشم يبقى هو عم جد النبي فالشافعي واصل لغاية المطلب ده يبقى مشترك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم لما حصلت أن المشركين عملوا حصار على النبي وعلى المسلمين وكتبوا صحيفة خيبة عملوها علقوها على الكعبة أنه محدش يدي لبني هاشم أي حاجة علشان عقوبة أن سيدنا النبي بيقول أنه هو نبي رح بنوا المطلب دخلوا معهم الشعب قال لهم طبعا إحنا كمان في المقاطعة قطعونا إحنا كمان فكان ده موقف من المطالبيين يعني أثلج صدر النبي فقال نحن اللي هما بنوا هاشم وبنوا المطلب شيء واحد يعني إحنا إحنا مع بعض فمن هنا دخل بنوا المطلب وبنوا هاشم في مفهوم آل البيت في الزكاة في مسألة الزكاة في مسألة الزكاة لا يطلق الزكاة سيدنا الإمام الشافعي من آل البيت بالمعنى حرمة الزكاة عليه لأنه من البني المطالب فالإمام الشافعي بقى من نسل المطالب ده أمه من قبيلة اسمها أزد وهي من القبائل الستة التي نقلت لغاتها فأمه أزدية فاطمة بنت عبد الله الأزدية فاطمة بنت عبد الله الأزدية عرفة أن الشافعي ده له نسب ليه؟ لأنه مطالبي إذن فالمطالبية دول دول حاجة تانية ويعدوا من آل البيت قلنا بالمفهوم بتاع الزكاة فلما خلفت صاحبنا ده هو محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين أهمين خلفته 150 150 بعض الناس يحب كده 58 دي السنة اللي مات فيها أبو حنيفة فبعض الناس يحب يعمل توفيقات كده فيقولك ولد الشافعي في اليوم الذي مات فيها أبو حنيفة فمات إمام وولد إمام وحاجات زي كده كلام ده من الصحيح يبقى إذن الشافعي ما أدركش أبو حنيفة إطلاقا لأن أبو حنيفة ميت 150 الشافعي مولود 150 ولد في فلسطين يقال في عسقلان في غزة وغزة دي كانت منسوبة إلى القطر المصري مظموعة ولكن هي جزء من عسقلان أو يعني من أعمال عسقلان فلما وصل بتاع خمس ست سنين كده وديته الكتاب يحفظ وكذا وبعدين قالت الله طب ده هنا الناس غرب ولا يعرفوا مطالبي ولا خلافه فسفرت به إلى مكة وهناك حفظ القرآن وأتم حفظه وكان ربنا عطينه قوة رهيبة في الحفظ فحفظ القرآن الكريم وبدأ فيه الأشعار لدرجة أنه هو حفظ أشعار الهذيليين أشعار الهذيليين شرح السكري طبعت في ثلاث مجلدات كبيرة كده أتحدك لو عرفت تقراها مش لو عرفت تفهمها لا لو عرفت تقراها أعتبرني معرفت شعراها أعتبر أنا هاعتبر كده فحضرتك أشعار الهذيليين دي تتصور بقى أنه واحد زي الأصمعي الأصمعي ده حاجة تانية بقى في اللغة حجة قرأ أشعار الهذيليين على الشافعين فلما بقى تم 15 سنة كان فيه واحد مفتي مكة اسمه إيه اسمه مسلم ابن مخلد الزنجي ساموه الزنجي دي بقى حاجة غريبة أولا علشان كان أشقر أشقر آيو بالعكس واخد بالك فلقى الشافعي وبعدين سمع ده بينطق صح ده بيتكلم صح قال له من أي البلاد أنت قال له من مكة قال له من أي مكة قال له من قريش وأنا مطلبي من بني عبد مناف عبد مناف اللي هو جد للنبي الأصل بقى فهو بيقول له من بني عبد مناف عشان يشير له إلى اتحاده مع سيدنا في عبد المناف قال إذن نلت الدنيا والآخرة الله أراك مهتما بالشاعر و بالأدب وأراك عاقلا يعني مخ باين في النبوغ باين عليه باين في الكلام واضح إنه ده زكي فلو جعلته في الفقه لكان خيرا لك الزكاء ده كله أنا عايز يروح الفقه بدل الشعر بدل الشعر والأدب وبتاعه مش عارفه فقال له وبدأ الشافعي رحلته مع الفقه وتتلمز على مسلم الزنجي ده وبعدين شويتين إحنا دلوقتي بقينا كاما قمنا 16 سنة يعني 65 شاعة 165 أمر مالك أمام أهل الهجرة أو أمام أهل المدينة أو أمام له فرح قال لهم سيدنا الإمام مالك اللي في المدينة أنا سمعت أنه ألف كتابا أسمعه بالموطأ فالراجل قال له أيها دا عندي نسخة منه قال له طمت الدهاني عطاه له حفظها حفظ موطأ مالك قل له من أولا إلى الأخير وبعدين حب يسافر فخلى الوالي يكتب له كتاب توصية للوالي بتاع المدينة علشان مالك يقبله تلميز عنده رحل الإمام مالك بجابة توصية بوسطة بوسطة طيب أساسا من حضراتك بقى نشوف بعد الفاصل هنشوف هل الإمام مالك هيقبل الوسطة ولا مش هيقبل الوسطة دود بقى إن شاء الله خليكم معنا اللهم أتنا في الدنيا حتنا وفي الآخرة حتنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنه هنا مسجد الإمام الشافعي العالم الذي أنار الدنيا بعلمه وفقهه أحبه المصريون وتعلقوا به فلم يكتفوا باتباع مذهبه وإنما خلدوا اسمه بإطلاقه على واحدة من أشهر مناطق مصر القديمة في رحابه رضي الله عنه يجد الزائرون السلام والراحة النفسية ترفع الأياد وتتدرع القلوب بالدعاء إلى الله فيعود صاحبها مجبور الخاطر نحن محظوظين نحن سكنين بجانب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أصبح مسجد فقيه مصر كصاحبه علامة بارزة في تاريخ العمارة الإسلامية ومقصدا سياحيا بنيت وجهاته بالحجر وله منارة على شاكلة المنارات المملوكية تطل على منطقة عين الصيرة التي أصبحت واحدة من أجمل مناطق القاهرة القديمة بعد أن وصلها قطار التطوير وعادت إلى بهائها وجمالها وشكلها الحضاري مرحب بحضراتكم مرة أخرى وما زال الحديث متواصل حول سيرة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه مع فضيلة الدكتور عالي جمع مع فضل دكتور أهلا محرك مرة أخرى أهلا وسهلا طيب وقفنا قبل الفاصل عند أن الإمام الشافعي أخذ جواب توصية للإمام مالك في المدينة عشان يقبله نعم هل راح بالجواب فعلا بخطاب التوصية؟ راح بالجواب والإمام مالك رفض هذا وقال سبحان الله أصبحنا في عصر يحتاج علم رسول الله إلى توصية يعني الحكمة فكأنه يعني قاله أنا ما عملش كده لا يعني طلبا لأنه أنا أبقى تلميز وحرصي على هذا فحضر الإمام الشافعي الجلسة بتاعت مالك فالإمام مالك واخد باله منه بقى شايفه وعلشان يشوف تصرفه ومدى أهليته لطلق العلم كل الناس معاها اللوح أو الورقة يعني علشان يكتبوا فيها الكلام اللي الإمام مالك بيقوله فشايف الإمام الشافعي هو ما معهوش ورقة ولا ما معهوش ألم وقاع بعد ما خلصوا قاله يعني أنت جايلي من غير ورقة وجايلي من غير ألم وعايز تعلم قاله ما أنا حافظ اللي حضرتك قلته قاله حافظ إزاي يعني حافظ إزاي ما هو الواحد العادي بيكتبوا بعدين يحفظوا مثلا يعدي زاكروا ويحفظوا ويراجعوا ده البشر العاديين البشر العاديين كده ومافهمش آه بيش أصحاب المواحد قاله يعني إيه قاله يعني أنت اللي أنا قلته ده أنت حافظه قاله أي قاله طب قول فقال الحديث الأول سليم الحديث الثاني سليم التالت العشر العشرين سليم قاله آه فهم ترى ما هو الإمام ملك منور آه طبعا آه فراح واخدوا معه البيت واخدوا؟ معاه البيت معاه البيت آه خلاص كده خلاص كده بقى خلاص تولى بقى فهم بقى إن القضية مش قضية التوصية ولا القضية قضية كذا ده هو فعلا شخص حريص على علم وصاحب كفاءة وصاحب موهبة واضح أن الإمام مالك رأى في الإمام الشفعي هذا الشاب الصغير هذه الأمور لما لقى تقريبا أو مرة يعني من بين ما أنا كنت قرأته أنا بحضر لم قاله في قلبك نور لا تطفئ بالمعصية أرى لك شأنا وفي قلبك نورا فلا تطفئها بالمعصية وهو ده اللي بقى لما سافر الشفعي فواكيع بن الجراح أصبح أستاذه لما سافر له الشفعي فاشتكاله قال له أنا يعني ما هو بيحفظ عشرين حديثة على في أول مرة وكده إلى آخره بس يعني يعني أنا عايزة أحفظ كويس مش عجبني لأشريين مش عجبني واخد بالك فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي قال ده سيء الحفظ خلي بالك أمور نسبية شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي الله ده الإمام الشفعي الله شوف اللي هو احنا بنراه إنه ده السماء وإحنا في الأرض هو شايف إنه هو في الأرض ولسه فيه سماء تانية للحفظ أو كده إلى وعلى كده احنا فيهم على كل حال احنا الإمام الشفعي إمام الدنيا ملأ الأرض علما وفضلا فبعد كده بقى الإمام الشفعي يبقى راح لمالك مالك مات سنة حوالي بتاع 79 يعني كان الإمام الشفعي عام 29 سنة وبعدين فكر كده شوية عرف إنه عبد الرزاق ابن الهمام الصنعاني في صنعاء في اليمن إمام أهل الحديث قال طبعا نروح أخذ منه لأنه يروي عن معمر فلما وصل إلى اليمن كان عليها واليا ظالما ومحبش الظلم فكان تمالي يعمل حاجات تعطل وصول الظلم ده إلى الناس حاجات إيه عبقرية يعني فراحظ ذلك والي اليمن قال الله طب الولد ده 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 فتنة فراح باعت لهارون الرشيد إلحق ده فيه واحد هنا من المطالبية بيدعو إلى العلويين علشان يعمل فتنة هو وتسعة معانا العلويين لهم امتداد لألا البيت فهارون ربعت له قال له أبوض عليهم وبعتهم لي ما هارون زكي هو التاني فهو مش واثق قوي في الوالدة وعنده أخبار الوالدة نوعه بيظلم الناس وبتاعه مش عارفه يعني ما هواش غافل فعايز يتأكد وفي نفس الوقت يوأد أي فتنة هتحصل فمسك الشفعي وكده ورحلوا إلى بغداد إلى العراق وصل الشفعي ودخل إلى هارون الرشيد وهو مكبل وهارون قال خلاص أنتو عايزين تشدوني أنا وتجيبوا العلويين مكان إعدام إعدام قال له على رسلك يا أمير المؤمنين ما هو فصيح وعالم وكده إلى أكد قال له على رسلك يا أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو وأنت القادر وأنا لا أقدر على شيء ده أنا جاي لك مكبل بالسلاسل ألا تسمعني فقال له أيها أسمع أقول أنت مين قال له أنا محمد بن إدريس الشافعي كذا مطلبي يا أمير المؤمنين أرأيت أحدهم يدعي أنه أخي والآخر يدعي أنني عبده أنني العبد بتاعه فأيهما أقرب إلي قال الذي يدعي أنه أخوك قال أنت يا أمير المؤمنين أخي والعنويين يدعون أننا عبيد لهم عبد المطلب أيه مصبوب أيه فرأت لهارون الأوي أولئا الولد ده ولد فصيح قال كيف حال القرآن معك قال أعلم محكمه ومتشابهه وأعلم ناسخه ومنسوخه وأعلم وصله وفصله ووقوفه ورماء قال له طيب كيف فدد يسألوا بقى فوجد أمامه عالم كبير شوف بقى شوف القلوب النيرة هارون ده كان يحج عاما ويجاهد عاما بخلاف الصورة اللي نقدت عنه أنه هو زير نساءه أبدا ده كان يحج عاما ويجاهد عاما قال له عظني يا شافعي قل لي كده موعظة فقال له موعظة كانت لواحد اسمه من ترمزة ابن عباس طووس ابن كيساني اليماني وطووس كان رقيق القلب وهو بقى في اليمن حفظ الحاجات ده فأبكى الرشيد الرشيد فضل يبكي وينهنى كده وقال لهم خلص أولا عفوت عنكم وعرفت أنه ما عليكم شي حاجة وثانيا أعطى الشافعي مالا يستعين به على هذا ابتدى بقى الشافعي في هذا يأخذ من بعض ترمزة أبي حنيفة ورجع إلى مكة فدرس فيها واستكمل فيها الأمر ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر طيب أنا بشكر فضلتك جزير الشوك الحية على هذه المعلومات القائمة حول سيرة الإمام الشافعي رضي الله عنه وعرضه وأرجو من فضلتك يعني يكون اللقاء القادم حول الإمام الشافعي بقى في مصر وعلمه وفقه ومسألة تغيير الرأي حينما جاء إلى مصر وعلاقته الكريمة بالسيدة نفيسة نفيسة العلم رضي الله عنه وعرضه إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا لحضرتكم شكرا جزيلا شكرا موصول لحضرتكم إلى اللقاء دعاء الاستخارة والتي نحتاجها من حين لآخر وكان رسول الله يعلمنا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته ترجمة نانسي قنقر